متابعنا كرام فاضيحة ومهزلة وكارثة لجمهورية القياطن والعجاج جمهورية البطاطيج جمهورية الخيام البالية في تندوف هاد خطنا لك تشوفوها الآن أمامكم على الشاشة تسمى بمريم حمادة وزيرة داخلية مرتزقة البوليزاريو بين قوسائم طبيعة الحال هاد المسترزقة خلال شهر الماي الماضي قامت السلطات الإسبانية بإصدار مذكرة بحث دولية ضدها علاش لأنهم اكتشفوا على أنها قامت بتزوير الوفائق ديالا فاش كتجي لي إسبانيا علا أنها لاجئة علا أنها لاجئة في إسبانيا والسلطات الإسبانية وافقت على اللجوء ديالا هاد شي كامل علاش باش تاخد الإعانات المادية اللي كتعطيها السلطات الإسبانية للاجئين في إسبانيا فاكتشفوا على أنها زورت الأوراق ديالا باش تاخد هذه الإعانات المادية الجديد في الموضوع هي الصورة اللي كتشوفوا الآن أمامكم على الشاشة القاوها على أنها كتدير لايفات في تيك توك في تطبيق تيك توك باش أنها تسعى بهذا المعنى باش أنها تتوسل أو تتسول الأموال والإعانات واللايكات وكبس كبس أدو قل لكم ما لغادي يحاربون بغادي يديروا دولة تقرير المعصير يريدون إنشاء زمهورية القياطة والعجاج في الأقاليم الجنوبية أنا أريد أن نفهم واحد القادية يمسخ الولدين الخزينة الخزينة للنظام حضارة الجزائر سفيتوها الخزينة الجزائرية لأموال النظام حضارة الجزائر سفيتوها يمكن أن تتكلم هنا عن القيادين دائما مرتزاقة البوليزاريو الكبار هم محضوروا جميع الأموال جميع أنوال إعانات المادية جميع المصاريف من حضارات الجزائر يتصرفوا عن هذه القيادين دائما مرتزاقة البوليزاريو ولم يكن يديروا أن تجعل الشعر والجزائري يوقفون في الطوابير ليلة ونهار على أبسط المواد الغذائية ويجد تلك الأموال المفترض إلى أن تصرف عليهم اتصرف عليكم يا قيادية مرسزة قتل بوليوزاريو و لا تستطيع اعانات اخرى هذه المشاة الاسبانية تتكلم على الاعالات اللاجئين و بعد تتكتوك تتكلم على ما يكبس لها و ما يعطيها الفلوس في تكتوك يعني مصيبة جميلة كاريتا هذا هو قوادس الفلوس لماذا اديت الفلوس في القادوس لماذا يكون لهم الاتعر هذا ما يقع مع الكيادين المرتزقة لبوليوزاريو سفو الخزينة للنظام حضرات الجزائر و لقبوا الجزائريين ليلة نهار في الطوابير على أبسط مقاومة العيش و لا يزال بقيتهم لا يزال يقلبوا على الفلوس هذه تتكتوك تسمى وزيرة الداخلية لبوليوزاريو تتكتوك 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 تتكتب على الفلوس لا يكبس لها و لا يكبس لها و لا يعطيها الكدوات و من بعد أن تكون في اسبانيا كتزاحم مع اللاجئين اللي كانت بمك بشتاخد الإعانات المادية دي لهم هذا أهدق لكم اللي سننتصروا على المغرب حسب النظرية الاستقراطية دي للمخلوقات البصبعية والجزائريين المستحمارين صفو لكم لأموال لكم خوى الخزينة الجزائرية و ما زال انكسعوا في أماكن أخرى وهذا هو الحال دي لحضارات الجزائر وابنتها غير الشرعية مرتزقات البوليوزاريو متابعين الكلام اراكم في فيديو قادم ترجمة نانسي قنقر